نمر لنقطة أخرى خطر ما عادش فما وقت روسيا من كل هذا أول ما هددت البرح الإدارة الأمريكية بالتدخل في حال ضرب إيران تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال سنضرب لو ضربت أمريكا وسنساند إيران توا الخارجية الروسية في خبر عاجل تقول سفيرة إسرائيل تطلب إدانة هجوم إيران ولا نذكر أن إسرائيل أدانت أي مرة هجمت أوكرانيا علينا يعني اليوم ما هو الدور الروسي في ما بعد 14 أفريل ما هو ذكا والنظرة الشاملة تعدك فكرة اللي جاء فرصة جاءت ذهبية لبوتين للانتقام ماذا حدث في أوكرانيا؟ الغرب صب كل ذخيرته كل أسلحته كل أمواله لأوكرانيا لمقارعة روسيا وجاءته فرصة ذهبية الآن لينتقم بمساعدة إيران وأنا متأكد أنه على عكس الأمريكان اللي فضلوا ويتكلموا هو يعمل فيه خفاء لديه التقنيات هذه قلت لك رأه يزمنا حصة كاملة باش نذكروا نذكروا الأسلحة الإيرانية والصواريخ يزمنا حصة كاملة باش نعدهم بالقصير للمتوسط لطويل المدال لنوع كل إذن هذا كله راه ريحة روسيا راه وروسيا اليوم تفوقت على أمريكا تقنيا قبل وقت ينقرأه The Threat التهديد كانت أمريكا متفوق تقنية تكنولوجيا على روسيا اليوم انقال بات الأمور والتقنيات اللي ظهرت على الميدان المعركة في أوكرانيا تدل على أن التقنية الروسية والأسلحة الروسية أصبحت تتفوق على الأسلحة الأمريكية وهي مارس شفتوه القاضي المتعدد معناها توقف على العمل بمجرد ما شوشوا عليه يعني اليوم ثم حرب أخرى قاعدة تصير ثم لاعب آخر صامت يا عرب يا عرب اسمعوني اسمعوني أقوى دولة في العالم تخدم ليلة نهارا وتحذر في روحها ليلة نهارا متكلمش أما نهارت مش تكلم كما قال نابوليون 1815 تعلموا فكروا يا عرب قال أو بقول لكم مش قال نابوليون كان راجل خارق قال بما معناه الصين هذا 1815 ونتكلموا عن القرن 19 قال هو نائم بالله يخليه ينام لأنه يوم تستفيق الصين معناها تقلب العالم الصين الشهر اللي فات تفوقت على أمريكا في عدد البوارج موقنا ليملك البحر ليملك الواحد وتخدم في صمت مش تخدم في صمت وتعاون في بوتين تحت حسم السباش بالتقنية الحديثة باللي بروسيسور باللي شي بسات المكونات متاع الصواريخ المكونات الإلكترونية يعني يعني ثم أمور تخدم لكن العرب إحنا أوقعنا نشوف طوال كاننا على عيات كزر زور نعيته يا أولادي فكروا فكروا بعقوك بيزي من حكاية هذه العنصة والفنصة تحب تغلب عدوك خوذ وقتك شوف عدوك ادرس نقاط الضعف انتعوا أعرف أنها هي ثمية مش تخلوا منها نقاط الضعف الإسرائيلية لا تحصل وتعد وإحنا عدينا من عام 42 نتفرج وما فقناش مواطن الضعف في الجسم الإسرائيلي هم يخافوا من نوعيان لأني نعرف وندرس اللي هو نقاط الضعف هذهك نقاط الضعف اللي ممكن تقذيبها على المجتمع الإسرائيلي دون خرطوشة واحدة احنا يقول لها منا قعدنا نستعرضه في العضلات ونتكلمه اليوم لابد نتعلم من إيران لابد نتعلم من اللي يحدث في العالم نتعلم مش معناها استراتيجية كلمة استراتيجية اللي احنا أهملناها عطيني كترها كتب العربية خرجة في استراتيجية عطيني مثال ولا شيء صحراء قاحلة ليش لأن الاستراتيجية تتطلب الاستشراف تتطلب النظر إلى بعد يا سامح لكن أنا دعوة برنامجنا هذية عنده قيمة عنده آلاف المتابعين ملايين أنا نقول لهم بالله خذوا وقتكم باش تدور ثانيك وتفكر وخوذ بتؤدة من غير ما تفكر بكل عقل وبالقلب العربي نحنا الله غالب من ثلاث عامة هكاكا فيسنا نتهول لكن لا جاتنا فرص باش نتأملوا ونشوفوا عليش وكيفيش وانتي تقول نتعلموا من إيران نتعلموا كذلك وقلناها عن ستة شهر سبعة شهر ده وإحنا نقولوا تعلموا من المقاومة الباسلة بالضبط بالضبط تعلموا من المقاومة شوال القادية بالضبط قوتها في صمتها في عقلانيتها في ضرباتها في صمودها في تحضيرها في تدريبها يعني بالحق رأي مكون صغير رجب تفهمه رأي مو عزة عسكرية رأي موش معقول ليش لأني أو قلتها قلتها ستة شهرتين لأول مرة مكون عسكري عربي يستعمل العقل والعلم لأول مرة وشفتوا النتيجة المقاومة الباسلة استعملوا العقل والعلم العسكري لأول مرة قاعدنا فقط سبعة دقائق بش نعتيكم دقيقتين وبش نبدأ معك معز اليوم ما بعد 14 أفريل بالنسبة للقضية الفلسطينية بالنسبة لغزة لأنو أنا مانيش معا النوراو اللي صال برح يناجم يحيد بنا على غزة لأنو في قلب المعركة شنو ولي ناجم يضيف هذية أو ينقص من القضية أولا إعادة أحياء القضية هذية ساعة أكبر حاجة مرة أخرى مرة أخرى وهذية حدثة على اللي وصلنا توا ولي نفهم مفاوضات داخل الممتحدة لاعتراف بدولة فلسطين اللي عمرها ما صارت قبل كدولة كعضو معناها كامل الحاجة الثانية عرفنا شكون الممثل الحقيقي للدولة الفلسطين للشعب الفلسطيني وفضح الخزعبلات تعمى حمود عباس والشلن تاعو اللي هما عمرها ما كانوا يخدموا القضية هما يخدموا فروح أفضح تواتى المخابرات المخابرات الفلسطينية ضد المقاومة ونعرفوها بالعملية الأخيرة بال الانفلتراسيون تعال معناها عوان من المخابرات الفلسطينية مع تسلولي تسلول تعال المخابرات أعظام من المخابرات الفلسطينية الدعمة اللي محمود عباس مع الشاحنات اللي عانا لهنا اشتاو مازلت مازلت تعقبات معنا بعض مراحل أولا انجح المفاوضات واحنا أظن إلي في المرحلة هذية وطوى ظهر لي كل الحدود ماشية مع المقاومة في المفاوضات هذية على خاطر التدخل الإيراني راو مش أكاكا سبه لا لا نعرف اللي هو رد أما كيف كيف ضغط على الكيان الصعيوني لنجح المفاوضات شفنا اللي فما لزعزعت نتنياهو اللي هو قاعد يعطل في المفاوضات شفنا اللي حتى الكيان قاعد يحاول كيفيش يكون عنده قرار فيما يخض القائمة المساجين اللي بشيق اللي فرج عليهم خاصة المؤبدين وذلك احنا شفنا المفاوضات قاعد يدوب أكثر من لازم فما معناها خنقول واحنا تعطيل من نتنياهو وذلك عليش الضربة هدية بشتعاود تعدل الفكة تحط المفاوضات توصل أما إذا نعم تعدل الكفة الكفة ولا ولا غلب هو الكفة بش يعادل الكفة يعطيك الصح اللي هو اللي هو بش عاود يرجع الأمور في صالح المقاومة أما الهناء المهم اللي القضايا الفلسطينية تو بش تمشي إذا نشحت المفاوضات رانا بش تمشيه في مرحلة أصعب وعليش أصعب على خاطر توقف ما معركة اللي بدأت داخل الأمم المتحدة ليه اعتراف بدولة فلسطين ونعرف اللي حتى في قرار قبول فلسطين كعضو مراقب كان بمعارضة شريسة من الكيان الصهيوني وامريكي خاصة بقبول الفلسطين كدولة وذي المعركة الثانية اللي زما يربحها وما تنجب تتربح إلا بنجاح المقاوم ولا بربح الحرب هذية ولا بكسر إسرائيل الكيان الصهيوني ما نحبش كلمة صريحة الكيان الصهيوني واضح بول بابا يسلم أنا نحب في دقيقة ملف وفلقت مضي ساعة وصبعة وخمسين دقيقة مراش كيف يشوف ولا ساعتين اليوم يعني طار طار عجيب الساعتين اليوم الملف المفاوضات ملف المفاوضات شوف هذي يأكد مرة أخرى اليصار البارح تولي يقول رو الله يشن هو اليصار البارح يأكد مرة أخرى أن لب الصراع في الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية أريك كل المعارك في الشرق الأوسط حول القضية الفلسطينية بما فيها إيران يخي تولي هي المعارك بين إيران والكين الصيون هي ما حول القضية الفلسطينية وحول القدس وحول الحقوق الفلسطينية فما من يدافع عنها وفما من باعها الحاجة الثانية اتفاق مع سيموعز أن المقاومة الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني هي تمثل الشعب الفلسطيني وقائد المقاومة الفلسطينية هكتشوف ضحب أبناء وأحفاده إسماعيل هنية بمقاومة ما يحصل في الضفة الغربية لنشوفه انتهازية كبيرة تتذكر من قاله ولاده في تركيا وشيخين الصهاينة ريت العرب والعرب الصفحات المشبوهة اللي ها ولاده في تركيا في قطر في وطلة خبس نجوم مش عارف شنو هكشوف في وطلة مناسة ابناؤه في مناسة واحفاده احفاده في غسل وماتوا مثل سائر الشعب الفلسطيني وشوفنا ردة الفعل بتاعه معناها تقبلها بالله شهداء كيفاش قال لهم مثل ابناء الشعب الفلسطيني واحنا يتلاعبون بالعقول بتاعه معنا بطريقة معنا غبية جدا والناس تصدق الحاجة الاخرى معناها مهمة جدا اللي هذي بش تأثر تأثير كبير على المفاوضات امريكا ادركت فعلا انه لا بد من الوصول الى حل وانه لا يمكن ان تصبح رهينة لنزوات نتنياهو الحاجة الثالثة انا نعتبرها مهمة جدا ضرب قاعدة نيفا تيم الاسرائيلية اللي هي المقر الرئيسي بتاع طائرات الـ 2015 رأي الـ 2015 خذاتهم اسرائيل مش بتضرب غزة خذاتهم لي ضرب اهداف بعيدة مثل ايران وغيرها وغيرها اذن فبالتالي الـ 35 عفوا اذن فبالتالي الهنا نحن الان امام معناها اللحظات الاخيرة ما قبل الاتفاق الان سيصبح هناك ضغط كبير على الاتفاق الحاجة الاخيرة سيادة العميد قال نتعلم الصمت ونتعلم الحكمة الحكمة نتعلموها من المقاومة الفلسطينية اللي بنت قوتها في فترة وجيزة نتعلموها كما قال نابليون نابليون من الصين الصين في كنمتين يا سماح ايران ايران معلمو منها لان ابنات قوتها بصمت من غير معناها تهور نفس الشي الصينيون دينك سيو بينك قال بعد ما ما توفى قال نحن نحتاج الى الثلاثين عام ان نعمل دون ان نصرح بشيء جاء ما بعد شي بيق قال لم نعد نحتاج الثلاثين عام الصين صرحت بقوتها وصارت قوة الثانية طوال الان في العالم وصبح القوة الاولى اقتصاديا لكنهم عملوا كثيرا وبنوا قوة اقتصاديا عاشر ثواني عاشر ثواني بخصوص المفاوضات ايه اذا تنجح المفاوضات بيقع اطلاق القائمة تعلموا ابديين ايه بما فيهم قادة راهو فتح حماس سوف تساعد لعادة احياء منظمة تحرير الفلسطينية فتح بقيادة جديدة والقيادة الشرعية كلهم يحضروا اسئلتهم فقط الكتيبة تحضر اسئلتها الغدوة الكتيبة حضر اسئلتكم نسألوا برشا على مسؤوليتك رجع في وقتهم السبعة لثمانية مساءا بتوقيت تونس على مسؤوليتك نتقبل معكم من الاثنين للجمعة شكرا لكل من تابعنا من تونس غزة فلسطين جزائل مغرب السودان فرنسا ايطاليا المانيا بريطانيا العراق سوريا اليمن سلطنة عمين مصر العربية السعودية ستوك هولم استراليا هولندا بلجيك البحرين كندا الولايات المرتحدة الامريكية سويسرا تركيا شكرا للجميع العزة لغزة والمجد والنصر لفلسطين لأرض الجبارين في لما